اشتركوا في القناة سميرة ايه؟ طلعت طلعت ايه؟ انه هو اكبر شطرة اتفضل الحاج ام اعرفت على الامورة دي بنتي سميرة بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله عارفة اخر مرة شبتك فيها امتى؟ يلا بقى ندف الشام بصراحة انا جاي ارتب قيد بنتك سميرة البنتي مش موافق قال له ايجاز اللي كان السبب اللي كان السبب؟ اللي كان السبب؟ دي بنتك حط عينها لا حد تغيالي؟ الوادي الاسمه سعيد سعيد ابني؟ ده الموضوع اللي انا كنت عايز اتكلم معاك فيه يا حج هتتجوز فاطمة ولا مش هتتجوزها لا يا حجر هتجوز واحدة تانية سعيدها ورحمة الغالية اللي خليفتك لا انت ابني ولا اعرفك لا يا متواجي لا يا متواجي لا يا متواجي يعني انا بس اللي خبتوا عليها ليه يا قلينا هو لا ياختي كنت من العدوين ولا كنت من العدوين بالعكس ده لا حط افرح له ده سعيد ابني جوزي وفي يوم الايام هيبقى جوز بنتي بطة ولا انت لكي رأيه تانية يا امينة سعليك يا نعمة كل الحكاية ان احنا قلنا الموضوع يبقى بيني وبين سعيد وبين مديحة عشان الحج ما يوصلوش الخبر ايش معنى مديحة بقى؟ ايه دخلتوها وياكم؟ يعني هي دلوقت بقتدحة ايه ده ايه ده ايه ده هي دحة وكخة والالفاص بتاعتك دي وبعد انت تعالي هنا تزعلنا ليه؟ ده انت المفروض تفرحي افرح افرح ليه بقى يا اختي؟ لان بيتك هتتجوز واحد مع عبكة لجوز تجارة يعني شهادة عالية احنا يا اختي ما يهمناش الشهادات احنا لما اخذة بنشتري راجل ما انت برده هتشتري راجل ومعاش هادة الضمان اسقتي يا امينة اسقتي ده انا قلبي شايل منك قوي وزعلنا منك خالص هو انت دايما كده؟ عاملة زي مجلس الأمن تسيب الأهم وتمسك الهايفة؟ انسى بقى الوات ذاكر ونجح المفروض تفرحي وتزغراتي تعرفت زغراتي؟ ألف مبروك يا امينة وبالمناسبة الحلوة دي بقى انا عزماكوا عندي على العشرة ليه بقى؟ هوا انت صاحبة الفرح ولا انا؟ حقا بطلو ده واسمعو ده موسيقى شفتي بقى البيت ساميرة دي طلعت أشتر مني ومنك ازاي؟ قالو انا بقى اللي كنت بقول عليها عبيطة لما رفضت الحق الطريقة كنت متكّنة على الوات طبعاً ما الراجل لما ينوت هتقوش هي والواد ليه هو الحاج ما عندوش إلا سعيد مش عارفة بس اللي أنا عارفه بقى إن الواد سعيد ده هو اللي ماسك شغل أبو كله يعني كل حاجة في إيديه يعني حتتجوز المال والشغيل بس اللي أنا عايزة عارفه بقى هي سميرة كانت عارفة إن سعيد دي بقى ابن الحاج ما تستهونيش بسميرة دي بتلعت حتة بيت وخاها كبير بصحيح بيت ما جابتهاش ولادة بيت أمها بصحيح أكيد طبعاً كانت عارفة ومستعبطة طب وإيه بس اللي هيخليها تستعبط ما دام عارفة إن سعيد بيحبها انتي بقى حتنيتيني أكتر من أنا منقوطة ما كفاية اللي أنا فيه بقولك أكيد كانت عارفة ومستعبطة طبعاً حابة تدخل عليه وتفهمه إن هي بتحبه لشخصه ولذاته أتريها يعني عملاله حتة فيلم دي ولا الأفلام العربي يا بنتي مش زينا إحنا نتلعنا خايبين ألوان اللي ماشي على مبدأ نونو يس يس بتنموا على مين أغلى يا سمسم يا حبيبتي دي ماروة لسه بتحكي للوقت شا بتحدي الفيلم في سلمة مترو تحفة روش آه أنا فيها إن كنت قايزة أدخل الفيلم هل نهارنا إزاي بقى الكلام ده مع إنه ألفت بتقول إنك دخلتيه وعرفة قصته كويس قوي هو إيه ده الفيلم وحتى دخلتيه إنشي وسعيد تجب تتكلمني لا أصل إنتي عارفة يا ماروة تحبت تغذر كتير وتعفلم يا أصلاح يا حبيبتي إن قصة حبك أنتي وسعيد بقت عاملة زي أفلام السينما آه ولاي طب وإيه المشكلة هو حد يطول يحول الخيال اللي واقع يا سلام مع إنك دايماً وقعية مع عشان كده أنا اللي حولت الخيال اللي واقع وقبلنا كده لما نوقع ما أنا سايبالك عريس لقطة نعم شايفة يا ستمره وبتقول ليه؟ سايبالي عريس لقطة ليه يا حبيبتي؟ وما أنا يعني هاخد فضلتك؟ بني وبينك بقى يا ألفت الحج هو الهبرة التقيلة أنت مش لسه بتقولي المال والشباب؟ أيوة أنا ممكن أستغنى عن الشباب لكن المال مش ممكن أبداً عندك حق الشباب نون نون لكن المال يس يس شباب نون من قبل نونجاً و Dyكماً أنت مستخدمنا و نة مستخدمنا و على ساسي و مستخدمنا و نهاد و ن harvest و نعجل و نبقى و نسمى اهلاً 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 يا حبي انا كمان بقول المحل انهور من اللي واحدة كده ليه قد لا يسلمك يا توفير ده اللي حبي حاجة تفنمك ايه على زورة ده انا حتى كنت مالحة كلمك في التلفون وقالك تعلمك في الرجل اهلاً تفضل وفين كده معاش من الاهوار بتاعتك الاهوار بعدين فتاعتك لا معلاش الصلاة مستعد شطبت شقة عندي في العمارة وعايز افرشها من مجميعه عالف ممروك يا حق عليس ولا عروسة من ولادة لا لا عافش عشان انا عشانك؟ انا اعربها يا حق لا ما تخليش مخك ياخدك لبعيد اول كده ومالو يا حق فلما ربنا موصحها عليك وشانع مديلك خلاص لا انا الشقة دي هفرشها عشان راحة دماري اغضب فيها براحتي بعيد عن وجع القلب ودوشة الدمار مغضبة يعني الو اي سمي بركي انا نص ونص يعني اللي انتهيت من مشكلة الدراسة وبابا بتانع قلاص الدراسة مش هتها تطلعين شيء طب ومشكلتنا ما حاولتش ليتها ارادة على مادة البحث والتفاوض انت ش بتقولي ان مامتك مأيدك في موقفك؟ يظهر ان مشكلتنا هتاخد وقت شوية بحلها الحقيقة ماما شايفة ان احنا لازم نحلها على مراحل انا حتى كنت بفكر ادخل طرف ثالث معنا فاطمة اي بقولي يعني لو اصراحها بالحقيقة يمكن تاخد موقف انساني ما تبقاش تفكيرك خيال يا سعيد انت عارف كويس ان فاطمة وراها قوة عزمة يعني مش هتقدر تاخد موقف مستقيم صدقني المشكلة منحصرة بينك وبين باباك وهي مشكلة مصالح من الدرجة الاولى يعني لو قدرت تتقنعه ان الجوازنا هيحقق له مصلحة هيبقى حيوافق على طول تقنعه ازاي بقى معرفش؟ انا عزيبك انت تتصرف في الحكاية دي ولو بتحبني بجد يبقى هتنتصر في المعركة دي اهم مش بيقولوا الحب بيعمل المعاكزات؟ شكرا شكرا ايوا المرة دي انات غلبت الحب غلبني يا حسين ومن مين؟ من بنت قد ولادي اديك قلتها يا حج من بنت قد ولادك طيب انا عمليه بس يا حسين غزبن عني الحب زي ما بيقولوا قدر ومكتوب لكن انا مش عارف زي خيب معايا المرة دي ما انت كنت بتقول انك محبتش قبل كده؟ لا مش بالزبط يا حسين انا اه لما جيت اتجاوز الثلاثة كان فيه سبب في الاول لكن كنت مائل مش مائل قوي لكن مائل يعني والحقيقة بعد ما جاوزتهم مش قادر استغنى عنوالة واحدة منهم انا الحقيقة مش قادر فهمك حاج اللي عرفوا ان اللي بيحب وحدة ما يقدرش يبصل غيرها دول الناس اللي اي كلام اللي قلبهم على قدهم اللي قلبه ساعة واحدة بس لكن انا لا احسين انا قلب كبير ربنا اداني قلب ساعة واحدة واثنين وثلاثة واربعة تقدر تقول قلبي متفصل على حسب الشرع خلاص مدام انت شايف كده يبقى خيرها في غيرها مش هي دي المشكلة احسين انت مش قادر تفهمني انا حاسس ان الموضوع مش مزبوط طبعا مش مزبوط عشان البنت اصغر مني بكتير مش هي دي المشكلة المشكلة ان انا حاسس الموضوع في ملعوب في انا التلت ستات اللي انا متجوزهم الغيرة مش علينا نار عندهم من حقهم احد خصوصا اللي تتجوز واحد زيك لازم تغير عليه اماهم يا ريتهم اكتفوا بنار الغيرة وسكتوا اللي انظاروا علي اعمال واسحار حاجة كده حسين حاجة تسد الطريق السالك حاجة تخلي المحظوظ يقول جاي يا لوعيتي يا شقايا يعني انت تفتكر ان هما السبب في ان البنت رفضت تتجوزك طبعا وفي غير كده دم البت كان هتتجنن عشان تتجوزني ايوه يا حاجة الام حاجة والبنت حاجة تانية صنف الحريم كله كان يجي لحد متولي سعيد ويسلم سلاح تقوم تيجي بيت مفعوصة زي دي وتقول لا الناس كان معمول لها عمل على كل حال كل واحد بيدافع عن نفسه بالطريقة اللي شايفها واذا كان الستات بتوعك عملوا كده محدش يقدر يلوموا خلاص انا كمان محدش يلومني على اللي هعمله بقى ايه هتتجوز عليهم؟ نتجوز حاجة سهلة ومن حقي انا عايزهم يفهموا انهم لو كانوا سابون هتجوز سميرة ما كانش في اي حاجة هتظهر بالنسبة له لكن دلوقت انا مش هتجوزها لكن هخليهم يقولوا جاريت اللي جارة مكان موسيقى 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 مترطق أودانك زي الدش كده ليه يسكوتي الحاج جاي بحافش إنما مفتخر ماناش دعوه بلعافش بل بتاع تعايش طب انا هروح ارص معك انت هترص لي الموعية مركيش دعواني مش ده هقلعافش بتاع سعيده بك أم إبراهيم ابلع لسانك تعالش توقف صوري شفتي شفتي يا أمينة شفت اللي بيحصل ياخده إحنا عديد كلنا نتفرد إيه اللي بيحصل الحاج جاي بحافش عشان يفرش شقة اللي فوق فيها ايه دي؟ ومين بقى إن شاء الله هيقعد معها فوق؟ هيقعد فيها الوحد عاملها لنفسه انت مرضى بيخش عليك الكلام ده يا أمينة الحاج عمره ما بيجد ولكنه يتجمل فده انت مقامنا له يا أختي لحد ما دخل عليك بدرتين درتين؟ قولي أختين حلوين فرعة هاني متوتر هاني أنا خايفة أوي عبل أمينة خايفة من إيه انت كمان؟ حقيقة خايفة خايفة ليكون خلاصنا ويتجاوز علي وهو حيتجاوز عليك انت لوحدك مو حيتجاوز علينا كلنا يا أختي بالجملة لا المرة دي علي أنا بس يعني ايه مش فاهمة يعني انت وقابلة أمينة اتجاوز عليك وقبل كده لكن انا لسه انا عاوز لافضل للأخيرة The last one سلطانية ايه يا أختي اللي بتتكلم عليها دلوقتي بتقولك the last one يعني الست دي between أنا باونة إلهي يركب الجن ويتجاوز عليك 15 يا بعيدة خلاص 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 يا جماعة لا الحاج مش هيتجاوز لانه لو كان هيتجاوز كان قال لي هتفهميني غلط بس ما قالهاش العفش ده عفش عرايس يا أمينة انت يا أختي ما شفتش السرير ماله السرير يا جنن شيك قوي شفتي جايبه كابوتوني أبوني ده ايه؟ أبوني ايه؟ كابوتون ايه؟ يعني انت تسوي ايه؟ أنا أسوي ايه؟ والله ما انت فاهم حاجة السرير ده ميتعملش غلل العرايس والجودات دهره مناجد يا أمينة دهره مناجد دهره مناجد وهنسقط الله 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 هو مجلس الامن لسه مجتمع؟ يا ترى نويته على ايه؟ جرى ايه حاجة هو ايه اللي بيسهل بالظبط يا أخويا ما تفهمنا؟ انت رسا بتسألي؟ المفروض كل واحدة فيك وتشمر وتطلع تفرش العفش فوق أنا حظي في الجواز تليع على فشوش لا يا حاجة ما تقولش كده ده اي واحدة فينا مستنية شرطك؟ قديكي قلتها بنفسك يا أمينة مستنية أنا محبش حد من مراتاتي تستنى أنا عايزها قبل مشاولة تفهم أنا عايز ايه؟ شبك لوبك يا حاجة أنا لسه هدعك البتاع الفنوس انتوا لسه واقفين يلا يلا طلعوا فوق وراتبوا العفش ووضبوا الشق لسه واقفيني يلا خلاص وصلوا يلا امسك خلوا السحر والأعمال ينفعوكم ايه رأيك يا حاجة؟ مبسوط؟ أحسن مش أنزل زين عجبك النظام بتاعي يا حاجة؟ أنا بقل مرتبة كل حاجة على زوءك زوءك؟ زوءك ده ايه يا عمر؟ ليه يا أختي؟ هو احنا كمال ما عندناس زوء ولا ايه؟ ما أنا وضبت الشقة لحد ما وسطت قسم؟ انت كنتي عاملة زي خير المقادة هاتوا دي هنا؟ حطوا دي هنا؟ أبصر ايه؟ خلاص مش عايز منطحة قدامي بيكون في علمكم من هنا ورايحنا هاعد في الشقة دي الوحدي ليه يا حاجة انت عياني؟ ولا كلمة أنا خلاص زهقت منكم من عميلكم واللي هحتاجها هطلبها بالتليفون ده إذا عزتكم؟ ممكن يا حاجة قاعد على السويتش؟ اخصى عليك يا حبيبي أهون عليك؟ خلاص انت الديني مزدكول وأنا هتلعلك على طول ليه يا حاجة؟ أنا كنت زعلتك في حاجة يا حبيبي ده انتي بالذات قس البلاوي؟ اخصى عليك اخصى عليك يا متولي بقى نعمتك حبيبتك قس البلاوي؟ ايوه ما فيش غيرك ما فيش غيرك هم دول إش عرفهم شغل الحدرجة والبادرجة والأعمال والسحر لكن انتي عارفة الحاجات دي وأكيد كنت بتخرجه من وراي عشان تعملي العمال السودة دي ثابتا يا حاج أنا ما خرجتش يا أخوية ما خرجتيش؟ وما كنت بتعمليها ازاي؟ وانتي قاعدة في البيت بالرموت كنترول؟ ولا أكونش متجوز واحدة من خوية وأنا مش داريان؟ الفترة اللي فاتي كنت مشغولة عنكم دلوقتي عايز أعرف مين كنتم التلاتة مين في كل كاب بتخرج تعمل العمال السودة دي انتي يا مينا؟ انا؟ ده أنا من يوم ما اتجوزتك يعني ما خرجتش غير فين وفين؟ هي تقليد عائلتنا كده الزوجة المحترمة لها أربع خروجات ودخلتين؟ وانتي يا مديحة متل تخرجي كل يوم لشغلك؟ انتي يا حاج بردو تصدق أننا ننزل للمستوى ده؟ وبعدين أنا معرفش أروح الأماكن اللي فيها الناس دور وانتي بقى روحت المين من المشايخ؟ براجل ولا سيد؟ سيد؟ والله العزيم يا أخي يا سيد؟ واللي دلتني عليها كمان؟ أم إبراهيم الله 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 يا سلام كمان أم إبراهيم بقت معاك واشتركت في العصابة؟ بالولايات رحت في الكازوزة وأم إبراهيم بقى دلتك على مين من المشايخ؟ راجل ولا ست؟ ولا راجل عمل ست؟ من الصوم عاملين ستات؟ واحدة يا حاج واحدة وكمان طلعت تعرفك واحدة تعرفنا أنا؟ مين؟ كودية زار اسمها الشيقة صباح صباح؟ مرات شوي؟ يا مرحب يا مرحب يا مرحب يا مرحب أيها كده هل إهلالك عش من شافك يا حاج لا 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 ده أنت يا عاملة يا شيخة بحق وحقيقة اللبس خيل عليك ويخيل على الناس كلها لكن ما يخيلش علي أنا صباح اسم الله عليك ما لك دخل علي يا حامي كده ده بقى ما تقولي إزايك صباح؟ ده إحنا أياما كان نعيش وملح مع بعض؟ ولا العز والفلوس؟ خلوك تنسى حتى العيش والملح؟ يا ريتك كنت صنطي بدل ما تحاولي تقزيني لكن قول إيه؟ عمري دي للك كلب ما يتعدل أبداً معلش؟ حبيبك يبلع لك الزلط؟ حبك تعبا نعمة من غير إحم ولا دستور؟ أنت إيه؟ بلوة بغيرة؟ مش عايزة تحلي عن سماية؟ ما تقعد بس وتهدى بالله؟ وتقولي ما لك شايل عبد القادر على دماغك ليه؟ أيها أيها خش علي بالحنجل والمنجل بتوعي وفين الندل بن الندل؟ قصدك مين؟ هكون مين يعني جوزك النصاب؟ حقيقي ما جمع إلا ما وفق برضو مبلوعة منك يا متوالي يوح نسيت قصدي يا حج متوالي ماهل عيني ما تعالاش عن الحاجب هو فينا عشان أشاهده عليك؟ يا شوقي وبعد كده لينا كلام تاني يا أهلاً يا أهلاً يا أهلاً يا حج أتابي البيت بنور اسمع يا شوقي أنت قبل كده سرقت فلوسي وسمحتك وكنت السبب في موت أعز صحابي شلبي وقلت الأعمار بيادي الله وسبتك لله لكن تجي دلوقتي أنت وامراتك عايزين تخربوا حياتي وتستلقوا ساعاتي وهناية ده اللي مش هسمح بيه أبداً وهطار بقى الدنيا فوق دماغ الله، طب الراحة علينا شوية أحد غير عمارة يا شيخة صباح شيخة؟ قال لي أنا عادين يكفيكو شر الجايين اتلم يا بيت لا أهلاً لا دي برضو مرات يا حاجة عيب ثم دي ستة مش متة كلام معاك وقلت قيمة ومضيعة للوقت هم كلمتين أنا بحذركم ابعدوا عن طريقه وشغل النظم بتاعكو ده ما يتعاملش معايا تاني فاهمين؟ وإلا والله العظيم ما خلي الدبان الأزرق يعرف لكو طريق جره طب لا أبو أخذة يعني مش نفها من أول إيه اللي خليك تتهجم علينا وتلعن سلسفيننا؟ بطل استهبال يا شوء انت ومراتك احنا ما بدربش حد على ايده مراتك هي اللي جت يا حد عندي وطلبت مني العافو والسماح عافو والسماح؟ ليه؟ مش كلها زلة؟ لا لا أبو أخذة دي لغوة لسياد جاه أنا عايز أعرف عايز أعرف انتو عايزين مني ايه؟ انت قاد انت مش كان فيدي أدخلك السجن وسبتك انت دايماً يشرف دمك لازم تعود الإيد اللي يتمدلك أنا كنت بحاول أرد الجميل وأصوم بيتك أصدت متعرفش فيه هنا ايه؟ انت يا حرامي أنا أصدت وصوم بيت أنا؟ أيوان صوم بيتك ونسوانك وما تخليش دورك دي تتخش عطبة بيتك لا حاول أول أقوات إلا بالله انتو مالكو، انتو مالكو أنا بتجوز على سنة الله ورسوله هو القر في الجواز كمال انت ايه؟ ما بتسبعش اللي اسمعك يقول انك مراتي شوف انت وهو لو عرفت أو شميت أو حسيت انكو عملتولي حاجة تاني زنبوكو على جنبوكو موسيقى برضو مش حنسيبك يا ابن عيشة موسيقى 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 انتو مالكو خايف قال كده ليه؟ الحمد لله ما شافنيش طب وفيه ايه حتى لو شافتك ياه؟ نعم، انت عسد؟ انت عايز بابا يشوفنا في العربية وانت قاعدة جنبي وعادي كده؟ يلا يلا موسيقى انا عايز أعلم، بابا كان هنا ليه يا تنت صباح؟ بابا كان هنا ليه؟ ايه اللي كان هنا ليه؟ دا سؤال برضو تسألو عليا مكرم قولو يا شوقي ابوه كان هنا ليه؟ هو ما يعرفش ابوه كان هنا له ابوه كامل قوليه لو انت ب Где صباح ابوه كان هنا ليه؟ انا افتكرته عارب هو ماقلكش ولا ايه؟ لا ماقليش اني احنا طولة عمرنا حبايب حبايب الروح بالروح طب ده هو وعمك شوقي ما كانوش يفرقوا بعض أبنا إلا ساعة النوم مش كده ولا اي يا شوقي ها؟ ياه ما تفكرنيش بقى يا صباح أيوا يا بدي أنا وأبوك طول عمرنا صحاب لأ صحاب دي كلمة شوية علينا إحنا أكتر من الإخوات يا ده بكرم زمان قبل أنت بتتولد كنت أنا وأبوك بنشتغل في محل واحد وكل أسبوع إحنا الاتنين نقبط قد بعد بالزبط لكن بقى الحمد لله أبوك ربنا الدلم ونوسع ربنا يزيده كمان وكمان الحج متولي بقى أصيته زي الطبل يا ولا بس الشهادة لله أبوك نفسه حيه ما بينساش حبيبه أبدا بس دي أول مرة أشوفه هنا الدنيا مشاغل يا مقرم يا ابني وأبوك مشاغله كتير زمان تعارب وهو لما بيلاقي عنده ساعة زمن فاضية لسه برضه بيجي طلع شفت يا سيدي قدينة لعنا عرايب عرايب بس ده إحنا أكتر من عرايب انتي عارفة يا مم ده مقرم كان خايف لما لقى بابا نازل من عندنا افتكر اللي احنا اننا اللي هو بيجي أنا ايه ده ايه ده ايه ده ايه الكلام ده يا مقرم هو انت بتيجي عند ناس وحشين احنا حتى ماعتبرينك زي ابننا مش كده ولا اي شاوء تمام تمام يا شيخ صباح ولادي الحج متولي زي ولادي بالزبط خصوصا الواد مقرم ده له معز عندي خاصة جدا انت مش حسس بكده يا مقرم شوفت يا حسين شوفت ان الواد شوقي ومروته صباح هم اللي فرقعه الجوازة انا مش فاهم ولادي القبالسة دول عملت لهم يا عشان يعاكننوا عنها بشكل دول الحمد لله انها جات على قد كده حاجة انا كمانا ما كنت عادة اقولي ازا البيت ترفض تتجوزني اتاري السحر شقل بكيانها او السحر جالي العجب حسين ايه او عدتون زي الجهلة بتقول ما بيش حال اسمها سحر لا لا ده ربنا ذكره في القرآن لكن برضو يعني برضو ايه يا حسين ارادة ربنا فوق كل شيء يعني اي حاجة بتحصل بتحصل بأمره ونعمة بلا بس انا ما بعملش حاجة خلال انا ماشي حسب الشرح القصد انت ملكش نصيب في الجوازة دي تعارف بعد اللي حصل ايه ده يا حسين نفسي تسدت عن كل حاجة حتى نسوان التلاتة مش قادر بص الفوش واحدة منه المحلي الحاج سلامة بتشتري اروح يا الله ايه اللي ده خلزك في عبادة يا حاج اه من ريحتها من ريحت سميرة المحلي ده منقوق عليه من ساعة ما اشتريته بعهولي وعينهم فيه انا بفكر ابيعه واخنص منه لا خسارة يا حاج خسارة ده كفية شهرته ورجل الزبون متعود عليه اعمل ايه بس يا حسين كل ما بروح وبفتكرها والنار بتقيد جوايا لا لا يا حاج ده انت عمرك موقعت الوقعة دي جرى يا حاج انت عاوزت ضحك الناس عليك لا يا خولة لا وعلى رأيي المثل اللي باعك بيعه يا عطرين دي اللوني الصبر فين قلي يعني حبيب القلب نجح وخلص ولا جاه ولا حد شافه ما بيكلمني دايما في التليفون طب كويس ويا ترى بيقولك ايه بقى في التليفون فيه يا ماما ايه المشكلة فيه مشكلة طبعا مش المفروض يجي ويطلبك مني ولا يمكن يتحجك بعد يقول قصة انا بكون نفسي ولا يمكن يقول بلم تمن الشق انتي بتتريعي؟ ما انت عافة كويس ان دي اخر مشكلة ممكن تواجه ده بابا مليونير الكلام ده تقوليه لنفسك يا حبابتي انا قلت لنفسي كل حاجة يا ماما وعارفة كويس ان الحكاية دي هتاخد وقت وتاخد وقت لي بقى انا مش قادرة اتهم ازاي بقى يا ماما انت نفسي ان باباك انا عايز يتجوزني واهو المولد اتفاض وكل واحد راح لحاله عايزة بقى ببساطة كده يوافع ان يتجوز ابنه اهو تبقى المسألة ملاش حل يا حبتي وانا قلتلك الكلام ده من الاول وانت ما سمعتيش كلامي كل حاجة في الدنيا ليها حل يا ماما بالذات لما يكونوا اتنين بيحبوا بعض ماشي يا سامير ماشي حنشوه وبعدين يا ماما هنفضل سكتين كده مش وعدين تفتح الموضوع مع بابا تاني انا قلت اسيبوا اليومين دول لحد ما يهدى ويروق هو ايه اللي زعله كده مرة واحدة والله يا ابني ما انا عارفة ايه اللي قلبه كده جايز موضوع جوازه من والدة ساميره انا نفس اعرف هي رفضت الجواز منه ليه اكيد عبيطة مين قالك انها رفضت اللي انا عرفه انها كانت موافقة ايه؟ موافقة؟ موافقة يعني ايه؟ كده حاجة غريبة الموضوع ده فعلا في حاجة غير طبيعية يا لهوي ده على كده سرها بادة وعفرتها ديهم طيلة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واحدة واحدة شيخة نعمة طالة جابتها عشان تفركش الجوازة ما اقول الكلام ده يا ماما؟ ايه؟ ام الا اللي زعل ابوك وخلى قطعنا كلنا وعمل اضراب عن الحريم واحد لوحده؟ لا لا يا ماما ما قولت سدان خرافات دي؟ ده شغل دجل ونظم والله هو ده اللي حصل انت بتقدر تقولي؟ انت كده خوفتيني وتخاف ليه؟ انت ملك انت؟ ازاي يا ماما؟ ما هتلاقي بابا واخد موقف من عائلة سميرة كلها سيبك؟ تعرف انا خايفة من ايه؟ من ايه يا ماما؟ من ناطحة السحاب اللي اسمها نعمة الله تعمل لك عمل زي ما عملت لابوك وتجوزك بطة مش راضي يرد؟ وبعدهم يا ماما ابعت له فاكس؟ اتحذري يا ماما طيما تطلع يلو ايه؟ اطلع له؟ اطلع له من غير أوردر؟ ماما مش راضي يرد على التليفون لما هيعوزني هيطلبني لسه هنستنى لغاية لما يعوزك على العموم انا طلع له بكرة لأ، غلطتني في الجدول طلع له بعده بكرة هطلع له العشاء ومش هنزل غير وانا مخلص لك الموضوع لسه هنستنى لبعد بكرة مش احسن ما اتطلق وانا طلق له مفيش وقت لازم اخلص عليه قبل ما يفوق تاني لنفسه استاد ما لوخده من سميرة مدوخاء مخلياء مش حاسس بنفسه محتاج اللي تخفف عنه تشايف اللي زي الحج متولي ده؟ بنسدم زينا كده ويزعل طبعا يا بنتي هو مش بني قدم ولو قلب ايوه بس انا متهيق لي بقى انه محصن قلبه يا حبيبتي ده متجوز ثلاثة غير ستات اللي راحين جايين قدامه وكل واحدة فيهم نفسها تتجوزوا بس هو بقى مش هتجوز ولا واحدة فيه عارفة ليه؟ ليه؟ لانهم كانوا متلقحين قدامه وهو مفكرش في اي واحدة فيه شو معنى انت بقى اللي حيفكر فيك؟ يا سلام على خفة دمك اولا يا حبيبتي لاني حلوة وبعدين هو بنفسه قال ان انا ظريفة ودمي خفيف ومعتقدش بقى ان ساميرا دي احلى مني وسانيا انا حسيت في نظراته انه كان عايز تجوزني انا ده لو ما كانش شاف ساميرا دي كل دي اوهام و تهيقات فهو ايلا اوهام و تهيقات؟ انت ما شفتوشه معيد ميلاد ساميرا كان بيبوصل ازاي؟ ولما رأس معايا اياي دك انا حيكوني في عيني اكل ولما الموضوع كده بقى مات يلا مستني يا ايه؟ بتكتك انا اللي اخد الخطوة الاولى ولا هو؟ يا حبيبتي لو كان عايز يخطي كان خطه هو من زمان ده تاجر يعني فلوسه جاهزة سلانا عايزة افهمه بقى باباكي ومامتك حيوافق انك تتجوزي واحد متجوز تلاتة ومين قالك بقى انهم حيبقوا تلاتة الحاجة متولى مش هتجوز غير واحدة واحدة مباسة صباح الخير يا سعيد مهلا صباح الخير يا اولي خير الله مش تقولي تفضلي ولا اي حاجة انت انت ليه مش زوق كده زي باباكي؟ انا اسف معلش تفضلي تشربي حاجة؟ اخبرك ايه عامل ايه؟ الحمد لله تشربي حاجة؟ نونة حسن تقولي علي يا بخير مش كريمي زي بابا لا لا ميرسي يا سعيد مش عايزة حاجة يا ترى اخبرك ايه مع سامير؟ ايه مش صاحباتك بتقولك كل حاجة؟ ايه طبعا دي حتى قالتلي ان انتو بتجاهزوا لجواسك مش كده؟ هي مش قالتلك المهم والدك فين؟ اصلا انا روحت له المحل اللي بيقعد فيه على طول ملقتوش ده حتى قالوا لي انو بقاله كم يوم ما بيجيش انتي عارفة بابا عنده محلات كتير وصعب ايه تعرفة هيقعد فقاني محل اه طيب يعني لو حد حب ان هو يعوزه يلاقيه ازاي؟ يا يكلموا عن موبايل؟ ليقعد يلف عليه المحلات كلها لغات لما يلاقيه في واحد منها؟ اه هو موبايله كم؟ كم الموبايل؟ انتي عايزوا بانه حاجة؟ ايه؟ ايه هي؟ نونو معليش سعيه ده بيزنس شغلي بني وبينه ما هو مادام شغلي ما لازم اعرفها انا اللي ماسك البيع والشيطة الله؟ ومال الحج ماسك ايه؟ الحج ده هو التخطيط هو المخ هو اللي يرسم السياسة العامة واحنا ننفذ ده وجهاته اه انا بقى جاية بمناسبة السياسة العامة دي اصل موضوع البيزنس اللي بني وبينه خاص بالسياسة العامة دي بس المرا دي بقى مش انت اللي هتنفذ هو انا حبيت ولا ايه؟ انا حنيت ولا ايه؟ ولا ايه؟ حبيت ولا ايه؟ علو ازايك يا حجوب تعرف ان انت واحشني قد؟ مل ما بتكلم؟ اه اهأ اهلا يا ولفوا ايه اخباري زي ما تحبي تريجي معايا ثانيا واحد ايوه زي ما تحب عايزة تيجي محيل الحسين اهلا وسهلا لان محيل الغروهية مرحب ايه نتقابل برا تحت امرك اوكي ايه انا حبيت والا ايه انا حنيت والا ايه 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 والا ايه ايه سعيد قال ان انتو بتجهزوا الفرح وهو سمير ايه بلاش تجي ملي سيغلين ياه للدرجات دي بنتيك ودي دي كنت عاوزاني فيه وحشنا هو يعني مش من حينك توحشنا بلاش لفه دوران زي انا من نفس ومن حياتي حاس ان الدنيا دي بقى ملهاش طعم ليه بتقولي كده واحدة حلوة زيك لازم تمسك في الدنيا باديها وسنانها ويه اللي حلو فيها بقى يعني شان خليني امسك فيها باديها وسنانها ده حتى بوبي مامي جايبيني عريس من شباب اليومين دول تافه كده ومالوش شخصية ومش عجبني خالص وقال ايه بقى لازم اتجوز مش عارفة ليه ساعتها افتكرتك انت يا حك افتكرتين انا اش معنى اتكام مرة اتكلمت معاك فيهم حسيت ان انت قريب مني قوي وحسيت اني مش ممكن افتفت لحد غيرك همومي القلوب عند بعضها الهم كتير في الدنيا بس متفرق وانت اللي زيك هتجيلي همومي مني انا متهيقل ان ربنا ادالك كل حاجة متهيقلك انا لسه مكوي بناري الحب تبقى عبيد سوري انا مقصودش يعني بس انا تهميني مصلحتك وانت تهميني قوي انت متعرفش انت غالية قوي عندي قد اي حك وانت كمان غالية عندي اي حك بصراحة يا متولي ممكن اقولك متولي كده صون فاصل قولي لي يا عجبي بس متولي بس من غير الساكسالي فوند انا ما عملتش حد دم وخفيف قدك قبل كده الله يخليك تكملي بصراحة انت ربنا بيحبك السميرة دي ما كانتش تنفعك علشان كده ربنا انقذك منها ليه؟ انت تعرفي عنها حاجة كده ولا كده؟ ابدا بيت مع ادى وحق ده قوي وخصوصا بقى عن ناس الاغنية انت ما تعرفش ايه اللي عجبها في سعيد ابنك؟ دي ما انا فهمت الفولة خلاص الوقت دخل دماغها لما فهمها انو بيشتغل عندي اجري في المحل مش كده؟ مزبوط طيب انا بجد نفس اعرف هي ليه ما بتحبش الناس الاغنية؟ ابدا ليهها اراء عبيتة قوي قال ايه؟ بيمصوا دم الفقرة وبيستعبدوه اما كلام خايف ما انا هو بيشتغل بما يرضي الله وعمر ما كانت حق احده والناس كلها بتشهد بكده وبعدين ابوها الله ارحمه مطرح ما راح هو واخوته كانوا ناس مبسوطين بعد ما ورسوا الحق السلامة والولاي امها بتموت على القرش وبيقولوا البنت تطلع للام يعني لو مشت دغري تمشي دغري لو مشت شمال تمشي شمال بصراحة ساميرا اللي بوز دماغها الكتب اللي بتقراها دي اكيد بقى الوقت سعيد ماشي في سكتها ضروري مش كان عامل لي شحات الغرام عارفة الاتنين دول اللي بيتجموا على بعض حيبنوا تيكية يقفوا على بابها ويقولوا اللي رايح واللي جاي تفضل خشي بس بس احنا لسه ما اتكلمناش في مشكلتي ما تشويش عنه المرة الجاية تأكد ان القعدة دي مش اخر احدا ماتلا مبراهيم ماتلا ماما انت مطبعينوا يكل ده ما تعملين كما يا مبراهيم انت مش شايفة الوقت بيزعق اني مش فهمة سي سعيد بيستربع له اللي لدي على عشال حاج الله انت عاوزان يسيب ابو جعان لا طبعا يسيبي الحاج الجعان ده ايه الا يسيبه جعان اظن انت فاهماني ان انا مش فاهمة حاجة انا فاهمة كل حاجة فاهمة البلو خطار يا رب تقعي في البيت ياولي الحاجة هينام وهتبقى ليلتنا طويلة ايه ده وانا مالي يا ستة اميلنا هو انا اللي بقول اتجوز دي ما تجوز دي يا رايح ابراهيم ما تخلاص يا ماما بقى خلاص اهو اهي طالعا ولو نولت بقى اللي في بالك هتديني الحلاوة ولا ساعتها هتحمرأ يا حبيبي دعانا يا حبيبي دعانا يا حبيبي دعانا اعجل ايه يا امينة لازلتش ليه مع ام ابراهيم قلت يمكن تقوز حاجة لو قلزت حاجة كنت اقولي انت متغير من نحيتنا ليه حاجة وبعدين يا امينة الموالدة مش هليخلص منه ما انت عرفة كل حاجة ولا اللي هنقوله هنعيده سيبيني بقى عرفة كل لقمتي اصلي 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 في موضوع كده مهم عاوز اكلمك فيه فضالي اتكلم طيب ما تتعشوا وتشرو شايف بالنعنع يا منعنع انت منظرك كده عندي الكلام يسد النفس انا كلامي يسد النفس؟ لا والله ده انا كلامي يفتح النفس ده انا كلامي ابرتيف ده انت حتى دايما تقول كلامك يا امينة بيوزن دماغي ايه حاجة خلاص بقيت بيوزن برا ولا ايه فضالي اقولي اقولي ما تتكلمي ولا عايزان يا بات من غير عشاء خاطر هتكلم بالراحة يا حاجة هتكلم بالراحة فضالي انا هتكلم في موضوع جواز سعيدة اشمعنا؟ لا من اول هشمعنا يعني بالراحة علي امينة انا قلتلك قبل كده ما تتكلميش في موضوع الجواز ده تاني الواد مقهور يعني بتودي حرام عليك انا محلتيش خير يا ريتني ما كنت سيبت اقولك تربيه كده يا حاجة كده تقول كده ده سعيد ده اجمل حاجة ليه في الدنيا جميل عمري ما هنسهولك وعايزة ترد الجميل؟ يا ريت اقدر بتقدري اتكلمي الواد سعيد خليه يصرف نظر على ان الجوز بنت سخاوي وخليه يجوز بنت نعمة الله انا مش اللي غيرك فجأة كده انت كنت فرحانة بالجوازة دي اكتر مني لا لكن ابني مش فرحانة صوته من دماغه زي ابوه يبقى احمر ومش فاهم مصرحته فين متولى انت لما تجوزتنا اخترتنا بقرطة محدش غصب عليك ويا ليه التمر فيكو انتو التلاتة تنمرطتو عليك اه تحتهرب بالموضوع بموضوع تاني اهرب انا اهرب درعلك يا امينة ما تمسك لساني ولوله الوقت سعيد سخانك علي فقابت ان والله العظيم سعيد مالوه زنب انا بس عايزك تروق من نحيطه ده ابنك الكبير اربنا يعلم انت ما تمنى له انه يكبر ويكبر وصيته يبقى اكبر من صيتي في السوق الله امه الايه ليه عايز تكسر بخاطره تجوزه غصب العني وتحرمه من البيت اللي بيتمنىها الليل ونهار امينة ما تتعبيش نفسك في موضوع الجواز ده لو السمت طربقت على الارض مش هجوازه البت دي وليه بيزه ليه اعرف بس ليه من غير ليه وعايزة تعرفي ليه الله ومن امتى بتعرفي مني حاجة غصب عني ايه ابني دانهاية مش عايزة يتزلم عمره ما طلب منك حاجة يا متولي يا ريتو كان طلب اي حاجة يا ريتو كان طلب اي حاجة يا ريتو كان طلب اي حاجة الا الحاجة دي لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة